بسبوسة السبع كاسات ما في حدا ما بيعرفها وما في حدا ما جربها انا عن نفسي بعشة كتير لبسبوسة وما خليت طريقة تقريبا وما نزلت على قناتي على اليوتيوب شوفوا الطرق اللي عم تمر قدامكم على الشاشة رح نزلكون روابطهم بصندوق الوصف حتى هاي نزلتها لكن اليوم بطريق التحضير جديدي رح تحسوا حالكم عم تاكلوا بسبوسة مع كيك بنفس الوقت سفنجيه وهشي وقوامه بياخد العقل ان شاء الله رح تحبوها وجربوها هلا وبشهر رمضان السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين بتمنى اذا كنتوا امر عم تحضروا قناتي تشتركوا تفعلوا جرس التنبيهات حتى وصلكم كل شي جديد لا تنسوا تعملوا متابعة صفحتي على الفيسبوك يلا عم تشوفوا كمان الفيديو من خلاله رح اقطع هلا قدامكم شوفكم المقطع العرضي وقوامه هيك قديها خفيفي واسفنجيه وعن جد كتير كتير طيبة انشان ما اطور عليكم اكتر من هيك لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وهلا خلونا نشوف الوصفة مع بعض اول شي رح نحضر الشيرة او القطر لانو رح نحطو بارد بفرغ بوعاء 2 كوب من السكر ولكل كوب من السكر نصف كوب مي لكن انا بحب ضيف كمان شوي تاني يعني عندي كوب وربع من الماء لتنين كوب من السكر ما بحركوا نهائيا ضيف عليهم عصرة ليموني قدر ملعة الطعام او رشة صغيرة من حمض الليمون بحطوا على النار ليغلوا بس اغلوا بهدى عليهم على الاخير وبعيرهم من سبعة لعشر دقايق وبطفى الغاز بدون ما احركوا رح نعمل هلا خليط البسبوسي عندهون خمس حبات من البيض مفصولين بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة شايفين دول خمسة او بتحطوا اربعة كمان بيصير اول شي رح اخفق البيض مع رشة ملح يعني قدر تمن معلقة الشاي متل ما شايفين لحتى يتماسك عند البيض وصير كتلي واحدة متل مبدأ الكيك يلي ما عنده خفاءة كهربائية انا منزلي طريقة بدون خلاط بدون خفاءة كهربائية لكن هاي قوامة شي ويلي عم تشوفوه هلا قوامة شي تاني هيك صار تمام رح اخليه على جنب وابدأ اخفق بالصفار بس رح ضيف عليه فانيلا معلقة الطعام وسكر بحط شوية بعدين بصير بضيف بشكل تدريجي اثناء خفق الصفار المقادير طبعا كلها عيروه بنفس الكوب شو من كان حجم الكوب عنكن بتعيروه في المكونات حتى يطلع هاي كله تمام السكر طبعا حسب الرغبة الحلاوي لان احنا لسه بنحط قطر او شيرة بعد ما نخبز البسبوسة ضروري تخفق لحتى يصير لون البيض كعشف متل مشايفين هلا رح احط كوب لبن الزبادي الروب وكوب زيت بتقدروا تنقصه من الزيت شوي ما بيأثر هاي هلا المواد السائلي مع بعضة نخلط شي دقيقة ماش شكل هاد رح ضيف هلا خليط الميرنج او البيض البيض ما رح استخدم خفاقة رح احرك بالمعلقة او السباتولة حتى ما نخسر الهواء يلي دخلنا بتطلع معنا هيك متل مبدأ الكيك خفيفة واسفنجية بيبقى عنا خليط النواشف ضرورة تحركه البيض قبل ما تضيفه النواشف اللي هي جوز الهند كوب وسميد استخدمت حسرا الناعم بهي الوصفة حتى يطلع عنا الخليط هيك خفيف وناعم من الداخل انا حضيت مسبقا انواع بس بوسي استخدمت تسميد وساط وخشن ومخلوط وناعم بس هاي حسرا بيكون ناعم حتى يطلع معكم هيك القوام متل مشايفين عندي هلا كوب لطحين رح انخلو مع معلقة من الباكينج باودر كمان رح احركو بالمعلقة من الاسفل الاعلى لحتى تختفي كمية الطحين وصير عندي قوام متجانس كوني مشغلي الفرن من بداية التحضير على درجة حرارة 190 يكون التشغيل من الاسفل والاعلى مع بعض وقته بحط الصيني بطفي من الاعلى وبخلي التشغيل فقط من الاسفل منسبت الصيني بالرف الوسط ده هنده بمعلقة سمني ومعلقة الطحيني هاي الصينية قطرة أربعين سنتيمتر يعني حجم عائلة فيكن بتقولو هلا بسكم الخليط وبعمل طبطبي للصينية بدخله وبعيرله من خمسة وعشرين لتلاتين دقيقة ما في داعي أبدا تشغلوها من الأعلى إذا حميتوا الفرن مسبقا هي رح تاخد وش حلو بدون ما نشغل ونحنا منشيك عليها ما في مشكلة لو فتحتوا الفرن مو مثل الكيك بتهبط بس يعني قبل ربع ساعة يفضل ما تفتحوا عليها انتوا بتراقبوها وتشوفوا الكنار إذا صار لونه ذهبي أو لا أنا فتحت عليها الفرن بعد ربع ساعة ودورت الصيني ورجعت سكرت عليها أخذت خمسة وعشرين دقيقة بالضبط هلا طلعتها والقطر عندي جهز وبرد يعني شبه هدافة فيكن تقولو مو بارد كتير ولا ساخن هي كمان بده تكون طالعة من الفرن وبتحط طولها القطر حسب الرغبة بدكون الكوب أو الكوبين قدي بتحبو الحلاوي أو القطر بتضيفو بتزينوها برشة جوز الهند وإذا متوفر الفستق عن جد كتير كتير طيبة قوامه وشكله وطعمتها من أطيب وأفضل طرق التحضير جربوها وشوفو عن شو عم بحكي واستلزو بنكهتها فيكو نضيفو برش برتقان إذا بتحبو مع البيض أثناء الخفئ بس أنا اكتفيت بالفانيلا هالمرة وبتقدروا تحطو كمان مع القطر شوي من ماء الزهر حسب الرغبة بتحبو تقطعوها مربعات أو معينات متل ما بتحبو أنا قطعتها متل مشايفين مربعات وفيكن تتناولوها فوراً أو تتركوها تبرد ساعة أو ساعتين بدرجة حرارة الغرفة وإن شاء الله تكون عجبتكن طريقة التحضير وما كون طولت عليكن إن شاء الله تكونوا استفدتو واستمتعتو بتمنى إذا عجبكن الفيديو وشفتوني بستاهل تدعموني بالضغط على زر اللايك كتير أساسي عملو مشاركة للفيديو واشتركو بالقناة زي ما مشتركين وفعل جرس التنبيهات حتى وسيكون كل شي جديد وعملو فولو على صفحتي على الفيسبوك ورح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف رح نزل الفيديوهات كلها على الصفحة مشان إذا بتحبو تشوفوها بأي وقت بتحبو وعملو لها مشاركة كمان على صفحتكم الشخصية على الفيس وبتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد إن شاء الله بشوفكم فيديو جديد بعتذر منكن هالفترة على التأثير بتنزيل الفيديوهات لأنه عندي ضغط انتحانات بس لأخلص على خير بتمنى منكن تدعو لي وإن شاء الله رح أوافقكم بوصفات كتير حلوة على رمضان كونوا بالانتظار والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر